موسيقى تتواصل الظروف السيئات التي تمس بسكان محافظة الأنبار غربي العراق منذ عودتهم إلى محافظتهم قبل نحو سنة ونصف وبرغم تقديم الوعود من الحكومة لكن الحال لم يتحسن فأبسط الخدمات لا تزال غير متوفرة وعلى السكان الاعتماد على أنفسهم في توفير أكثر الخدمات التي يعتبر توفيرها من مسؤوليات الدولة كاميرا برنامج مع الناس تجولت في حي الزيتون في مدينة الرمادي ونقلت أراء السكان الذين توعدتهم بلدية محافظة بتهديم منازلهم بذريعة أنها متجاوزة على أراضي البلدية بسم الله الرحمن الرحيم نحن من أهالي منطقة حي الزيتون يعني منطقة حي الزيتون منضررة بالكامل من شغلة هذه المياه وغيرها وغيرها والأمراض يعني نحن منطقة حي الزيتون منطقة يعني باب غربي يعتبر على ثلاث دول على البوابة الغربية نحن نطالب بها يجون المسؤولين يجي المحافظ كائما يكون يجينا مسؤولي بأنه حلال يجي يفتر بالمنطقة ويشوف وضع المنطقة الشونة وضع ححيل تعبان يعني لا أكو تبليط لا أكو مجاري لا أكو حتى الماء يجينا شغل تزقاقه السلام عليكم على منطقة حي الزيتون هاي تعبانة كلها من الأمراض من كل شي يعني وصاقة وجيفة وما أحد هذا صادق الجميل بس يسول قدامه قدام بيته يعني ما يجعل منطقة ويشوش بيها ما بيها بس وقت الانتخابات وهاي يطلعون يعني كل شي ما مجين بالمنطقة كل شي ما مجين بالمنطقة منطقة تعبانة حيل يعني يريدين لها الزيتون متقف بيها تعاني بيها ما أكو يابا إحنا بالخمسة كيلو مطقت الخمسة كيلو التجاوزات هس يريدين يشيلوننا احنا منصارنا هدع السنة هدع السنة من الساكنين ها عيني وهس يريدين فلشوننا قرار والله يابا جيبنا الوزارة من حيدر العبادي يابا محافظنا إذا ما بي خير أو حكومتنا المحلية يطلعون يعني هس إحنا وين نروح عوائل عوائل هواية والله وين يروحون أطفال وجهال وجرحة والله يعني وين يروحون صارهم مستعصن وين يروحون اللي عنده يطلع بس المو عنده وين يروح يعني زي محافظنا إذا ما بي خير وما بي فايدة المحافظته يطلع عندنا هاية الشوارع بالمطار الله وكيلك جهاننا كلهم يتمشي وبالذات هاية النزلة هاية يعني واحد عنده مريض لا سامح الله يدروح ذلك عالجامع ما أكون نهاية ترتبشي بهذا المطار فرد نوف فكادر البلدية هواية وأنا ترجى من محمد الحلبوسي اللي هو محافظ يطلع عندنا حملة يوم على هالشوارع هاية كادر عنده وإه هذا السبيس يم المقبرة هاي هالشوارع عذب بهن أربع خمس سيارات يعني هاي الشوارع طافت الله وكيلك كلها طافت يعني أنا شبير ما أقدر أمشي موجاهل بالمدرسة وأكثر الجهال بالمدرسة راح ومناه يتشفص بالمي إلي ركبته ما قدر يمشي هاي أخي ترجى من عنده هو المحافظ سيدي المحافظ يوجه لنا مدير البلدية يقول له السبيس إيه هذا يمك وعلى هالشوارع هاي الزفت هسه تبليط ماريد بالذات حي الزيتون تبليط ماريد من عنده يطلع عندنا حملة على هالشوارع هاي الخايسة يعني شوارع طايفة من المي إيها يا طايفة من المي والبلدية عدها مكانية بشكل عدها مكانية البلدية إذا خصصنا يوم ما أحد على هاي الشوارع والله يتندفن بحظة تندفن إذا يجيين هنا بس يصور ويطلع ويروح كادر عندكم بالبلدية هو يا كادر أطلع الكادر على هاي الشوارع هاي يعني شوارع طايفة واني أشكرك لناشد على هذه المنطقة تعبانة من مجاري ومن خدمات وتشوفوا المياهة شوفوا طريق المدرسة يعني المدرسة هاي الأطفال فاضة يعني ما تقدر تعمر المدرسة يعني عبارة عن بحيرة وإحنا بالقرب من عضو مجلس محافظة الأنبار صادق جميل يعني خليفترون على المنطقة يعني تحداهم هاي يشوفون أي واحد بالمنطقة خليشوفون لا مجاري لا خدمات تعبانة الناشد المحافظ الناشد المسؤولين اللي بيخير على محافظته بس وكتر انتخابات يفترون ويجون يدقدقون بوب على العالم يعني أبسط لبث الثلاثة هي الزيتون عبارة عن منفذ واحد الناشد يعني منطقة هنانة يعني هسه واحد يريد يعبر يلوف مئات الكيلوات حتى يعبر خلي سوونا فتحة من هنا قرب العمارة زين حاطين منفذ واحد للزيتون كله من المرور إلى مطخ السكك زين يعني ما صيريش اللي عنده مريض اللي عنده حال يعني والله خلي خلونا الله بينعونهم وخلي شوفونا العالم هاي التعبانة زين وانت تتوجه بعض وقت الانتخابات يفترون إذا قدقون بوب ويريدون من العالم زين هاي المجار ماكو زين هاي فاضت قالوا سبيس ناشدوا قيم مقام ناشدوا المحافظ فارش سبيس من نهار السبت الماضي وراجعوهم وحصلوا على موافقة ولا واحد يجبهم ولا من مجيب زين ونشكركم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن من أهالي حيز زيتون المتواجدة في الخمسة كيلو البوابة الغربية لمحافظة العنبار نناشد نناشد الأستاذ محمد الحلبوسي المحافظ ونطالب به الحضور إلى هذه المنطقة لأن هذه المنطقة تعتبر البوابة الغربية إلى المحافظة يا أستاذ محمد المفروض من عندك تمهن فد نص ساعة من وقتك وتجي تشوف هاي المنطقة عدنا نزلة هنا قريبة علينا ما قاعد يسووها للعوائل المريض العدنا قاعد نطلع به تقريبا مئتين وخمسين متر ثلاثمائة متر تنصل نلزم التبليط يا أستاذ محمد آني الكلام مخصص إلك لا تقول ما شفت هاي القناة وما حد نقل له هاي القناة يعني هاي القناة هي معممة على الكل يا أستاذ محمد تعال لنا شوي هنا وشوف هاي المنطقة تعاني من أكساء التبليط من الرصفان من لا مستوصف عدنا عدنا كان الصيدة لي هنا لزموها وعزلوها فتعاني هاي العالم تعاني من معاناة وأشكركم وجزائكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله احنا الريد شارع عام يعني هاي الأطفال جاء تعبر وصير حواديث بيها والريد أحد يقفين هنا على الشارع الريد مرور أي شي بس تعبر الأطفال يعني حتى صعدة ما جاء ما كو صعدات عليها إمنى مدرسة ما كبحي زيتون لا مستيصف لا مدرسة ولا شي احنا الريد شارع نظيفة ما كلا شارع نظيف ولا مجاري يعني ما بها كل شي احنا احنا ريد فتحة منأتكم مننا تفتحونا طريق على شارع العام اي مننا اريد منأتكم انتو هاي نطلبها منأتكم طلب تفتحونا طريق اي مننا فالعالم تعبر العالم تفوت يعني الحدثة ما كو كل شي المجاري كلها ما كو هاسا كلها فيضان يعني حتى حتى طريق طريق ما بيها طريق ما بيها طريق ما بيها حاي زيتون طريق ما بيها كل 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 خيسة ومي وشسمة ما كو كل شي بيها بسم الله الرحمن الرحيم احنا اهالي الخمسة كيل الكرام نداعي بتبليط بمجاري نداعي بصعدة مننا صعدة سيارة جاي نمشي 250 متر من يام الصناعة تنصعد شارع العام عم ما يصير هاي صعدة هي رئيسية بلص المنطقة اللي يجي منها يسعد عليها ولي يجي منها يسعد عليها ولي يجي منها يسعد عليها وهاي كده بكم الخيسة شوف هذا الوسخ شوف شوف السيارات ذني محرقة مشوها المنطقة زبائل تبليط ما كو هاي الخيسة وهاي جانس الصيف راح يطلع البق ورح يطلع الحياية وراح يلعب بينا طوبة عم ما ما يصير الريد مستوصيف الريد الجامي الناشد المحافظ ينطينا من وقته ساعة ويجينا هنا ونسالف فيه وهو وكل واحد شريف وشكرا لكم أنا عندي مناشدة للسيد المحافظ زيال البيوتهم وقعت البيوتهم وقعت لا مسؤول تأذى بيها ولا حسب ما يقولون الرهاب تأذى بيها تأذى بيها احنا الفقرة زيال لحد الآن ما حد تحرك الزنقيل يطلع اسمه والمسؤول يطلع اسمه بالتعويض والفقير ما حد يم نهائيا أنا هسا دا أحاديك بيأتي واقع على تقريبا 22 نفر يعني وحتى الأثاث جوه الروح سوى مقابلة للمحافظ سكرتير المحافظ ما أدري واحد من عندهم شي يقول لي يقول لي خلا عينكم بعين الله خلا عينكم بعين الله سكرتير المحافظ ويقولون كذا وكذا يمكن الناس لو يلتفت على هاي بيوت الواقعة على العالم مساء يومية ببيت آجار وماكو أنا متقاعد أربعمائة دينار بالشهر أربعمائة ألف أنطيها آجار لو أنطيها للطبيب مسوي عمليتين لو يلتفت يمكن على هاي بيوت الواقعة أفضل مما هاي الشوارع يحفرون بيها سكن العالم هذا وبعض ما عندي ماكو داعي نحشي أو ما نحشي نفس الشي ما حد يريد علينا ولا لا مسؤول ولا حد بحاننا أطالب من خلال قناتكم هاي الشريفة يجي محمد الحلبوس يشوف هاي العالم اللي كاتلها الجوع وكاتلها الضيم يعني بس أريد نحشي سؤال يعني أوجه سؤال السيد المحافظ يعني إذا طلع هاي العالم شردها من بيوتها وين يطلعون يطلعون بالشوارع يقعدون يلزمون الأرص يفترشوها وينامون وين شي يسوون وين العالم تطلع بس سيد المحافظ أريد بس أقول لك سؤال يعني يعني هذا عرضك تقبل يطلع بالشوارع كل يوم هي جاي البلدية كل يوم جاي استاد حيدر استاد حيدر على البيوت كل يوم أطلع من بيوتكم حتى أريد نهدم سويها منتزات سويها عدق يعني يطلع العالم تشرت بالشوارع على ما يجيب سكارة هنا وعربطة كلها بالحديق تجعلهم وتسكر على ما يطلع هاي العالم تنظلم بالشوارع تفترش الأرصفة اللي حصنان من الحكومة احنا شنه بعدين أجا داعش خربوا سوا ما سوا بينا لا خلوا على حالنا حال وبعدين تجي الحكومة همات تلحقنا النوب على اللي بيوت اللي قاعدين بيها كل من باني لقرفتين واللي باني لقرفة ومطبخ وقاعد بيها ساطر حالة والعالم وين تطلع وين تقعد بالشوارع ما يصير هذا الحشة خلاص العالم شافت من الحكومة شن اللي اللي غدمت الحكومة أنه حتى نقول هاي العالم يقبلوها ما يقبلوا ويستفترش الشوارع وتقعد خليوا يرفعون عينهم على الله وشوفوا هاي العالم شن اللي صاير بيها احنا ما لطلع نطلع هايش من بيوتنا ما نطلع هايش بالسهل ينطوننا أما بديل بدال بيوتنا أما يعوظونا على الخسارة اللي بنيناها على قد بيوتنا يلا نطلع ما نطلع هايش يعني بدون أي شي ما نقبل هذا ولا هو سيد المحافظ ولا حيدر العبادي رئيس الوزراء يقبلها ما حد يقبلها اتدمرت والله العظيم العالم منها الحكومة هاي اللي متفيد ما شفنا منها خير من 2003 لحد 2018 كل شي ما شفنا أي خير منها الحكومة هاي يوميا جايتنا البلدية ينطون جرد بعمر تفليش التجاوز زيان هاي التجاوز إذا فلشوها وين طروح حس شوف باع المنازل كلها وين تروح وين تتوجوها وأكو مسؤولين نفسهم متجاوزين ما عاد يحكوا ياهم الحكومة تجي تحكوا يا الفقير الفقير شعلية شعلية الفقير يعني الحكومة ما تقربس على الفقير والمسؤول ما أقدر له حتى الله ما يرضاها عمي يا سيدنا المحافظ يا حيدر العبادي شوفوا إنا حل شوفوا إنا صورة حل شوفوا إليه تام وكل العالم ومنها الطايع بس الطايع حظة يجي يقعد بالتجاوز هو لو عنده يقعد بالتجاوز لو يقعد بالوصولي أنتوا فكروها وميزوها بعقولكم أنتوا يقعد بالتجاوز لو يقعد بالوصولي خير ما عنده طايع حظة جي يقعد بالتجاوز ولحقتونا فقاء عليه رحنا للشمال تهجرنا غاد بالشمال يجزون تعالوا رح نقطع رواتب الرعاية ونقطع ما دي منه النوب إذا ما ترجعون وقام يهددون بنا منك قولك رادي يطردون بينا جينا منك قلنا نرجع على بيوتنا ما حد يمنا شو بعدنا تويتنا ما صارنا شهر شو جتنا البلدية جاءنا واحد مهندس حيدر بالقسم البلد ما الخمسة كيلو جاي نطيجرد على بيوت ها ورد أفلشكم يابا احنا صارنا شهر من جينا صارنا شهر من جينا من الشمال والدزون والتوصون تعال خليوا رجعون على بيوتهم خليوا رجعوا على بيوتهم هالسا عانتي تفلشونها وين تروح عاي العالم وين تروح لازم ولا ضمير ما ظلت لازم ولا ضمير خافوا الله شوية يا ابا حيدر العبادي دحق على هاي العالم وين تروح وين تروح سؤال فيها المسؤولين هاي المتجاوزة هاي المسؤولين شكوبراء وشعراء متجاوز متجاوز ويزا فلوس فلوس يقش قش احنا وين نجيب احنا وين نروح احنا لو عدنا نبناء بالتجاوز لو عندنا نملأ بالتجاوز والله ما نملأ بالتجاوز خافوا الله شوية وعالم مصوبة وحتى لمنطبة الدواعش احنا منتسبين احنا صديناهم احنا صديناهم هذا اخويا تصوب ابن عمي وراحت عدة شهداء ويجون علينا هنا يحشون ويانها والله ما تطلع نشحطك شحط رح تجينا قوة من بغداد قوة من بغداد تجينا قوة من بغداد تشحط شحط ذباب الشرع وان يروح هذا وان يروح وان يروح حتى الله ما يقبلها دحقوا على هالعالم دحقوا عليها دحقوا عليها الخاطر فالله دحقوا عليها حتى الله ما قمتوا تخافونها انا بس تأصرت قعلت على الكرسي قمتوا ما خافوا فالله فدنا خلا دحق على العالم هاي شوية معودين الخاطر هاي واشكركم ورحمة الله والديكم بس تلقونا صورة حل بسم الله احمن الرحيم احنا فيه الخمسة كيلو انشار بس نفعل هاي الفتحة الناس رايحة وجاية موك لا سيارة تابر لا موطا يأبر نفرد دينا كلها نطلع شارع الخدع بي بس يفتحون الدروب سوو نستبيس سوو كهرباء الوطنية مو زينة احنا القاسم نسوي الوطنية مو اللي لونها الوطنية الوطنية ما اكو دي جينا ساحتين تطفي بعض امشي الوطنية الماء الماء ما اكو من 2007 هنا تبهدننا ونشتغل عمالة جاي يوم نشتغل عشرة يعني عشرة يام قاعدين كلها جاي راتب اربع سنين جاي ماك لا راتب ولا ولا كل شي يعني وين نطلع وجوهنا يعني نقعد بالشارع الماء حتى ما ما يراها هو يعني وين نروح وين نطلع وجوهنا وين نروح يعني يعني شي اسمه وين يومية جايين علينا البلدية يعني بهدلون يوم يوم جايين علينا يعني والله ما حتى الله ما يقبلها مصارم اسبوعين هنا يجون يومية يدقون الباب شيلوا شيلوا احنا وين نروح كل مسؤول حاط له حاط له الف متر من جاوز وباني بيها جايين على ميتين متر يومية دق الباب شيلوا هذا حيدر المهندس يومية جاي بالاثنين ثلاثة من الشرطة دق الباب والله هاي اللقاح تابع للبلدية رح يسوي منتزات هو تبليد ما احد بلط الشوارع ولا احد وصنى ولا احد قالوا يشتغلون جايين عليها الفقرة العالم فقرة يومية يقالهم شيلوا شيلوا ولا انا ما شلتوا نوقع البيوت فوق روسكم البابرة المحافظ ندري المحافظ عنده علم بها الشغلة اذا ما عنده علم احنا تحصل sir já ترا يحاني بزود المحافظ والمحافظ كل علم ما عنده احنا ندري المحافظت ما عنده علم بس تحرอย بزوده هكلها دعاياتي انسقطون المحافظ ويندري المحافظت ما يرضى به الشغلة ترا هو مهندس حيدر اليومية جاي بالعالم ولا حل عنده علم رح نعلى البلدية قادة واحنا ما ندري راح نعلم مدز المحافظة يقول احنا ما عندنا عينبها الشغلة بس حيدر عنده عينب مدري من يجيب لهوامر شكرا والله يا با ما ظل عندنا كل شي بدالك الله لا روعت ولا حلال ظل عندنا ولا قياعين ظلت عندنا ولا كل كلها خذوها ما ظل عندنا كل شي حانا كل شي ما ظل عندنا غير هذه البلوكات اذا نواجعة غير هذه البلوكات كل شيء ما ضر عندنا احنا يشبوا عراقين وين نروح وين نروح وين تقبل ما ضر عندنا ضحين حتبوا وادمنا عشر وادم رحتنا والله عشر وادم اللو اوكي لك راحتنا عشر وادم وين نروح بعد احنا لا لا ينطلنا اقول لك ينطلنا نمشي على غير دولة يقبلون يقبلون شيء اهمل يجا شاف وشاف عنا شون جاعدين ها يقبل عنافهم تطلع بالشوارع تمشي المحافظ غيره وغيره وغيره حد يقبل امه تطلع بالشارع يقبل واحد من عوائله يقعد بهذه الخرائب هاي ما حد يقبله بس عالفا غير يركضوا بداية رحبوا قناتكم الموقرة بزيارتنا هاي اول قناة انتوا تزورونا احنا احنا متجاوزين بحي الزيتون الخمسة كيلو جاي يطاردون ورانا على تفليش التجاوزات وهي الشوارع الشوارع ما احد مرتبها ايه بالخمسة كيلو بحي الزيتون احنا ونطالب من كل شريف ان ينظر بقضيتنا طبعا المحافظ بس انتنصب بس سمعنا به ما شفناه ولا زالنا هنانا ابد المحافظ ما شفناه ابد ولا زالنا هنانا ولا زال حي الزيتون بس سمعنا به ولا شفناه ابد نسمع به يعني ما رهناك للرمادي يفتر بحي العادل ايه فاحنا خير الكلام ما قلود احنا نطالب المسؤولين نطالب الاستاذ سعد عاصم الجنابي ينظروننا بقضيتنا وكل شريف احنا نطالبه احنا وين نروح شبر ما نمتلك بالعراق ودولة رئيس الوزراء وجه قال ما زال عراقي وتجاوز على ارض عراقية تبحثون بقضيته متهجولوه هذا الكلام اللي وجهه دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قال ما زال عراقي وتجاوز على ارض احنا مو جايين من بنقلادش لو من افغانستان ومتجاوزين احنا عراقيين وضحانا وضحانا وعدنا ببهاتنا شهداء وعمامنا شهداء وكل هالمردت سواء بالنظام السابق وهسه هذا شوفت عنكم احنا الاطفال وين تروح النسوان وين تروح وحايرين هسه طايرين ورانا يقولون هاي القعشي لمنعدها يا منطولنا بديل احنا منطالب بالمستحيل عمي راضين احنا متجاوزين نعم معترفين متجاوزين بس خلي نطولنا بديل احنا 27 بيت ما نطالب بالمستحيل نطالب كبديل المنطقة المنطقة سبق وانحشيت المنطقة حيز زيتون الخمسة كيلو حيز زيتون واحنا نشكر جهودكم والله يبارك بيكم ان شاء الله بين السكة وبين شارع مية طبعا هاي الشارع مية بس الحكومة السابقة اللي سوتها اللي كملتها هذا شارع مية بهذه الحكومة الجديدة او المحافظة الجديدة كل شي ما شفنا خليجون على صادق جميل هو بنفسي يدور على التجاوز يشوفون اش قد متجاوز يقولون هو يشتغل بالبلمان ومسؤول اللي يطلع علي الكشف ويشألوه احنا وياه اللي يطلعون من الجنوب الحد الشمال التجاوز كلها تتفلش احنا وياهم مال يجون على شكمبيت ويشألوه احنا ما موافقين اللي يسألونا بديل احنا موافقين يطلعون اللي جنع على بيوتنا يشوفون اش قد طينا فلوس يطلعون نفليسات لهم وموافقين بس احنا موافقين فلوس اجار ندفع لموافقين خليشوفون عاولنا شاقات اكاتل الجواء صادق جميل متجاوز ما يشغلوه من هو بالبرلمان ما متجاوز من منعدهم المواعدة الف متر من مواعدة شقاق بغير دولة احنا جاينا السيد المحافظة ليطلع علينا ما تجاوزنا من غير دولة جاوزنا بلدنا احنا حيزيتون لازم يسوي لنا حل ما نطلع من بيوتنا ما نطلع ما نطلع بسم الله الرحمن الرحيم اوجه توجيهي الى مسؤولين ومحافظة الانبار حيدر العبادي اني شوف هالعالم وين نتولي هاي العالم وين نتولي العوائل هاي وين نشوفون حل هالعالم هاي وين نتولي العالم خليشوون هالعالم هاي وين نتولي شوف العالم تهجولت خلصت من داعش وتهجير وما تهجير انتا يجون فلشون ما تالي فلشون البيوت هاي مع العوائل خليشوون حل هالعالم هاي شوفون حل يوميا احنا السيارة ما قفوا قانا يريدي هدمون بيوتنا مجال قليلنا كتبون على حوايطنا شات النجوع مهجرين شايفين ضام وظلائم تقبلون هيش الشعب يصير به ضحيانا بوادي من الشهداء والعسكري ومجنقلين ومبهدلين وبضع يمحانا ما جرانا يومية إذا تقولوا ببوبنا ونهدمكم منهدكم سوونا حل ياابا سوونا حل يرحموننا موه شيانا ياابا موه شيانا والله مجنقلين والله مبهدلين والد اثنين اعتمان مفاديهم للشعب والد اثنين مفاديهم للشعب ومجنقلين ومبهدلين وبضع يمحانا ما جرانا يومية يدقون ببوبنا بسم الله الرحمن الرحيم الناشدة سيد المحافظ الكريم بحال هذا الأمر ما تتجاوزاتي يعني هاي العالم من أين تروحي يعني هو عنده يبني بالتجاوز بس اريد اعرف يعني هاي ذاك ذول المتجاوزين هاي صادقة جميلة وربعة هذا حج عمار ذاك اليوم كتبهم علي ازالة ما ديش قد مرطلهم عافو مسحموا الازالة يعني احنا وين نروح اول عنده ابن بالتجاوز كل منها على قد حاله وبنها بالتجاوز وقعد يعني وين تروح العالم هاي كل هذا اللي عنده عائلتين واللي عنده أربع وائل وين يروح وعنا كنا متسبين ذاك اليوم من طبط 7 كيلو واجبات من السبعة بالليل الى ثاني يوم الى ثاني يوم الصباح وما حد هاي طابوا كلها انهزمت ظلت ما وقفت بيقير التجاوز هاي طابوا كلها كل من المقراضة وطلع وين يا ابو يا البغداد واحنا وقفنا بيها الليل كله والنهار كله وما ندري قلنا هاهي وين ما تصل صير خلي الصير حي الزيتون قرفة ومطبخ وخرن علينا بالمطر فدنا وزوجة همينا عندها امراض مزمنة وابنها ذاك همينا عمليات اثنين تسوي لها لو بنتها هماتين مريضة وانا هم الله تعبان حالة فدنا وبولا شغلة ولا عاملة وانها يبس يعني ملكوننا لأيها يلقعنا وينطوني قطعة قاعة فلش يعني البلوكات اللي هاسة بانيهين انقلهن بلق القطعة تلقعنا ينطوني اياها يعني احنا منطبم الدواعش هنا حتى ماضل احنا دافعنا عن المنطقة وإحنا بقانا هنا يعني يلقوننا حال بديل منظلة هي شي وانا روح وين انطواج وانا روح وين انطواج وازلبتة حتى كبير بالعمر يعني تعبان حالته تعبانه لا يقدر يشتقل عماله لا يقدر شي حالتنا حال تعبانه يلقوننا حال بديل يعني لو يملكونا ايها القطع لو ينطوننا مثل القطع وانا نبنى بيها وانا نبقى هاتيانا الاريدة ااني وجايين انتو من قبل هيعة وانخليكم على روسنا لا شارع مالي وادم ولا المية مالت وادم تفتهم عليه ولا نقول البيوت البيوت هو خوش مو الحكومة تسوي لنا بيوت لا كل واحد على قد قابليته مو تمام لولا ولا اكت يا اخوي كنتها ترزفت شوفها والعالم شاتلها الجوع ونقول الربعنا والمحافظ على راتي وخوش زليمو جاي يشتغل ولا كنت نقول هل تنهله بالمروة هاي اخوي وش جرى علينا ما جرى ونقول بلك ترحمة رب العالمين انهى الزون من عندنا قصة الشارع الكهرباء الامي هاي اخوي ونقول الله يوفقكم ووفق الجميع وشكرا موسيقى احنا ساكلين منطقة وردينا يسا على بيوتنا كمال يقولون نطلعوا احنا نخلص من الدواعش يردوننا كمال انهم بالمحافظ وقيرة والبلدية احنا ما نطلع اذا ما يجينا سيد المحافظ ويقنطونا صورة حال او تعويض او بيوت احنا ما نطلع منعوا بيوتنا ونطلع لو يفلشون من فوق انا ما نطلع هم قاعدين مناصبهم وكراسيهم احنا ازواجنا واخوتنا او ردينا الدواعش هم ردوها مو هم احنا اهل التجاوز بس هم يريد يفلشون ويطلعون من بيوتنا احنا ما نطلع ما نطلع بيوتنا احنا منعوفها حطينا العدنا والما عدنا ننطيها الهل البلدية يفلشونها لا اذا ما يجي سيد المحافظ يشوفونا صورة حال احنا ما نطلع كل شي ما عدنا احنا بضضي ولا راتب رجل بالحشد وما يستنم راتب هاي اربع سنين يدافع عن الشعب بدون راتب بدون راتب ماكو وتصوب رجل اصوبت بطبت الدواعش لو منطبت هاي الطبة الاخيرة ما تصوب ولا ما شوفونا اي شي لا راتب لا شي الحان نهي قاعدين وبس قاعدين بالتجاوز يقولنا هاي الحمد لله والشكر ويشمال يريد يفلشون يخلونا ببيوتنا والله ساتر عينا والحمد لله والشكر احنا منطقة حي الزيتون كل يوم يجاي البلدية ورأي دين يشيلون احنا وين نروح ذاشنا وين نروح وين نطوجوهنا وين نقعد ارجاننا كليتهم بالحشد يعني شي يريدون بعد وإحنا صدينا الدواعش من جم وطبم احنا من صدهم قيرنا ليه شي تيسوون بنا احنا اربع سنوات صار لهم بالحشد حتى لاراتب ولا شي ومن طبم الدواعش هم وقفهم هم وقفهم احنا وين نروح لا فلشهم بيوتنا وين نروح وين ننطوجوهنا طائرين ورانا يوميا احنا من نطلع ولا ننطهم بيوتنا بدال يش يعني قيعان ياخذونها يسنجونها بس ماهم ويخلون نداحين بالشوارع اولين السلام عليكم ثاني شي احنا شبعنا تهجير اربع سنين وجاينا هسا المستثمير يريد المهجرين يطلعون وين نطلع ما عدنا قيرها البيوت ورحمة الله ونطالب السيد المحافظ يخللنا بالبيوت وانا نروح خي ما عدنا قير رحمة الله اوهاي السلام عليكم والله احنا احنا التجاوز احنا نطلب من سيد المحافظ ان تريض هذا القرار احنا وين نروح احنا مهجرين ونشبعنا تهجير ونضبعنا ذبحنا تهجير ولا فلوس عدة لبنة لا وين وين نروح احنا نكون ملوقات وشاني وين نولي هنطلب من سيد المحافظ اني اتراض هذا القرار عن تهديم المهجرين التجاوز بسم الله الرحمن الرحيم نشكر حضوركم هنا انتم اول قناة تزورونا يعني احنا المتجاوزين ما حالي يزورنا احنا متجاوزين منطقة حيز زيتون 5 كيلو قرب علوة الرشيد طائرين وراء اهل البلدية يريدون يشيلونا يعني المسؤولين المتجاوزين ما حالي يشيلهم ولا حالي يقول على عنكم حاجب بس طائرين وراء الفقير احنا الجهال عندنا وكل بيت بيت 3 عوائل شبعنا تهجير وشبعنا مذلة على بزيبز وبالعامرية مع الفلوجة يعني ما يقولون ذول خطيئة وان روح احنا مو عراقيين اذا احنا هاي الجناس موالتنا العراقية اهاي احنا عراقيين والله لا افتحها لو ادرا شكه احنا هاي الجنسية ماتنا العراقية اذا يقولون انتم مو عراقيين خلوا نذب جناسينا لو يودوننا القير دولة يعني المسؤولين خافوا الله شوية خافوا الله بلمانيين خافوا الله انتو تلقفون وولدكم بالخارج ولدكم بالخارج عايشيهم باحسن دولة بسويسرا بلمانيا اذا تقولون انتم مو عراقيين ومريدكم ودونا القير دولة ما يخالف احنا راضين راضين احنا اذا تودونا تودونا عسل للصومال المو عنده بيت ما عنده وطن المو عنده بيت ما عنده وطن شي بروب هالعراق ما نمتلك قضيناها كل حروب حروب يا بعد امك احنا من الالفين وسبعة احنا متواجدين ايها نشانة المنطقة هاي مقالة وعدناها وسكننا بيها وقبل التهجير هم اجعلنا بالبلدية وبلغنا قال شيلو بس مرحنا المحافظة سكت قعد وسكت هسه بالجديد يومية او البلدية مهددنا تعالي شيلو نقول له وين نروح يقول مشكلتكم هاي هي احنا ما احنا قايليلكم هاي منطقة يعني منتزهات وحدايق وحدايق نريد نسويها يوم عوادين اي ابدا المنتزهات والحدايق للعوائل يقولوا المنتزهات والحدايق ابدا جايبين حيدا استاد حيدار ماذا منه يقولون هو هذا هو هذا اللي مسؤول يعني على البلدية جايبين ويانا جايبين هم شم يعني شم شرطة وياهم يتهدد بينا ويحشون علينا دمران يوميا امرقمين بيوتنا تعالي شيلو يوميا امرقمين بيوتنا واني ام ايتام عندي اربع ولد كلهم بالحشد ويادي ومقطين هين بتي انكو بالمطر الله شاهد وقع علي انكو ويوميا ابو البلدية وين نروح احنا وين رواتم ماكو ايش اسمه مصدر عيش ماكو قيعان بساميتنا ماكو بيوت ماعدنا وين نروح يعني وين ننطوجوه وولدي نطالب الله وثم المحافظ يشوف النا صورة حال اذا يقول هاي امي وعلى راسي وعراقية يشوف النا المحافظ يقولون هذا المحافظ الجديد يعني قلبه طيب وحيل زيان وتاني شوف تالية شغلة هالتجاوزات ايه هاي يعني يشوف النا صورة حال لا يخلي نبه الضم الله يشهد نوبات من يقولون البلدية افز عجلت اريد انجلت الله شاهد ورد عدل وعندي مريضين رواة ماكو يا الله هذا الراتمان رعاية شقد يعني اربعمية مدى حطها بحلق كريم وجهالة مدى بحلق عبد الرحيم وجهالة مدى على المريضة بيها صرع وحطها وين يعني هالا اربعمية كل شهرين وين احط وين اوديهن يعني وين اروح نبهضة وسلام عليكم من خلال قناتكم هاي اللطيفة احنا نقدم شكوانه الى سيد المحافظ محافظة الانبار وحنا متعملين به خير وحنا هاي المنطقة مالتنا يعني تدمرونا البلدية كل شوية جايين تعال نفلش احنا بالالفين واربعة هاي جاينا لقينها مقالع واني بنفسي شخصيا انا اول بيت هناك بيتي انا عدلتها بالشفلات وانا اصرفت عليها بالمليون ونطل ثلاث ملايين هاي انا صارف عليها ما عدا هاي الناس كل ما يجوا احد جاب شفل وقام يعدل يعدلون مقالع ما نعرفها شنو هالسا يقولون مصطحات ترفيهية اي يبدأ الترفيهية لو العالم اللي ما اهجم بيوتها احنا هالسا هالسا عنا بعدنا ثون جينا بعدنا ويلات التهجير بينا وهالسا عنا البلدية قامت اتطارد ورانا يا انسانية هاي احنا الناشد العقوق الانسان الناشد محافظنا الناشد مدير البلدية الناشد رئيس مجلس الناشد الناس الطيبين اللي عدهم غيره على ربعهم وعلى ناسهم احنا وين نروح هاي العالم ما نتروح انا بالنسبة لي انا حتش عن نفسي ثلاث حوائل عندي وحتش عن ربعي وجماعتي هذول كلهم الدمر وما عدهم حتى شغل قوت يوم ماكو يعني حتى قوت يوم ماكو فالعالم مين تروح اللي يدور عمالة يلقى عمالة والما يلقى عمالها الى الله يعني هاي الناس اللي ناشد الناس الخيرة الطيبة تنظر على بعين الاعتبار على هاي الناس اللي متدمر والناس اللي شافت ويلات التهجير واربع سنوات متدمر ونتأمل بالمحافظة ونرجع على محافظتنا ثاني استقر النوب ويلات وتهجير وهاي بلدية وهذا ماذا شن هو البلدية وميادة قابوبنا وترقم احنا قبل التهجير قبل داعش اجتنا المالية اجتنا سيارة لقومها المالية قالوا انها تابعا للمالية شو هالسا عنا بعدين ردت النوب البلدية قالوا لا المالية ما لها الشغل احنا لعى البلدية وكل ساعة جاي واحد ما اخذنا بينا قشة العالم مين تروح عمي احنا من خلال قناة توم هاي ان شاء الله تنصر المظلوم الناشد الناس الخيرة الطيبة والناشد محافظنا احنا متأملين بيه خير ان شاء الله بس ما ندري شو جاي تطلع لنا غير المحافظ ناس غير المحافظ الناشد رئيس مجلس الناشد السادة طه عبدالغني الناشد الناس الطيبة الناشد مدير البلدية شخصيا بل كت ينظر بعلي اعتباره صير بقلبه رهفة وصير بقلبه انسانية وما نقول غير هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله احنا الناس شدي المحافظ على هاي الناس الفقرة اللي اللي خلفت الحروب مال داعش وداعش اخذ ما اخذ وفلش ما فلش واسأل عقواني على احجارات انه مستطرين على اللي تشينكو واللي هاي وكو عالم بلبة بغداد بلبة بغداد ويفهموها شنو لبت بغداد تجاوزوا ويبنون هس احنا وين احنا احنا بالصحراء جاي للأردن ومقالع ومقالع كانت وعدلوها وساووها وهس يريدون جاي من كم واحد يفترون على العالم شيلوا وما شيلوا فيا سيدة يا سيدة المحافظ اللي ريدة من عندك انه الساعة هاي الناس يا أما اشوفونا حل وين نروح يعني بغراضنا بالشارع ترهام حتى خيام ما عدنا نروح لنصب محل عنده خيمة معيشة ماكو ناس عطالة بطالة مشاريع ماكو العالم تشت هم تروح تهجر وتنطي والسلام عليكم ورحمة الله وهذا اللي عندي سيدة المحافظة 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 المحترم نحن هالي منطقة الخمسة كيلو حي زيتون قمنا في سنة الفين واربعة ببناء دور السكنية في هذه المنطقة ولم نكن نعلم لمن تعود هذه الأرض وبمساعدة الخيرين من أهالي الأنبار الطيبين الذين عانوا لكي نستقر ولكي تدوم لنا الحياة علما إننا لا نملك أي قطعة أرض سكنية تعود لنا نزيدكم علما إن الذين تم تبليغهم فقط 26 دار باعتذار شتى والذين يشغلون هذه الأرض هم من الفقراء والمساكين والعاطلين عن العمل ولا يملكون إلا قوت يومهم نرجو من سيادتكم شمولنا بعطفكم الأبوي بتغيير جنس الأرض إلى سكني وتسجيلها لشاغليها الذين لا يملكون إلا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي يغيثهم من هذه المصيبة التي حلت عليهم أهالي من طغط الخمسة كيلو حي الزيتون وشكرا أنا من خلال قناتكم أنا أشد المحافظ سيد محمد المحترم أحنا سكنت الخمسة كيلو حي الزيتون الرابعة إحنا والله بانين من الفين واربعة خوش وقاعدين وكنا فقراء وعاطلين وبينا منتسبين دافعهم عن المنطقة منطب بالها داعش زين عيني وهاي البلدية يومية جايتنا أطلعوا وتفليش شنو الداعش زين عدكم كتابة من المحافظ لا لعد ليش يومية جايينة والله وأني وأني بشاربك والله يا المحافظ والله وأني بشاربك وأنت بو الغانمات وأنت بو الخيرات وأني بشاربك يا محمد الحلبوس ما تخلصني من أهل البلدي يريدي يوقعون بيتي فوقرات وأني رجلي معوق أطفالي يكونوا بالابتداية أقسم بالله يبقون كل نسب المحطات أنا مود أقدر أوكلهم وهي مهندس حيدر هو بالذات يومية جايين أطلعوا زين إحنا وين نروح كنا فقراء أرامل مطلقات آقلين عن العمل وهذا البلدية يومية جايين يومية جايين هو هو المهندس هذا حيدر إشي طلبنا وإحنا قاعدين والله لهذا أنا مطلوبين عليها والله كله تشينكو كون هسي يصوروها ويشوف وأني بشاربك والله يا المحافظ انت بالغان مات وانت بالخيرات والله ما تكفي ديهم عنه والله ما تقصر ما تقصر وانت انت بالغان مات والله وأني خيتك وأنت خيبيك والله أنا خيتك وأنت خيبيك والله يوفقك شكرا اشتركوا في القناة